اشتركوا في القناة عند هذا الجماهير هناك التفاف كبير حول الاضراب العام الذي يتسأل من رئيس حكومة ومن حكوميين حول مفاجأته من الاضراب العام احنا نقول بان الشارع تكلما قبل الاضراب العام وبالتالي انه نجاح الاضراب العام احنا لمسناه قبله تنفيده كذلك هي الاعلان عن القرار ديال الاضراب العام وتوحيد اكثر من اربعات المركزيات النقابية والنقاب الوطنيات التعليم العالي والنقاب الوطنيات التجار والصنع والعديد مؤسسة المجتمع المدني من حقوقيين وتقافيين الاخير هذا الاتفاف حول هذا القرار ديال الاضراب العام هو في حدة نجاح وهو اشارة قوية الى الحكومة بان تعيد النظر في تعاطيها مع الملف الاجتماعي في تعاطيها مع الحوار الاجتماعي المركزي ومفاوضة تولياتي الاطراف بل امتدى الى خارج المغرب بانه اهم اقوى الاتحادات النقابية الدولية الاتحاد الدولي للنقابات الاتحاد العربي للنقابات الاتحاد الدولي للصناعات النقابة الصناعية النقابات البلجيكية الإسبانية الإيطالية أمريكا التي الكل تضامن مع هذه الحركة النقابية بدعوة أنه بالفعل نحن أمام حكومة ليست لها إطلاقاً تقافة الحوار الاجتماعي حكومة تريد انفراد بالملفات الاجتماعية حكومة تمارس الضغط من خلال القوانين المالية على المواطنين وتمارس الضغط على الطبقة العاملة بل تريد المس أهم المكتسبات الاجتماعية لنطق على الطبقة العاملة فاعتبرنا أننا في لحظة تاريخية أكيد ستلقي بدلالها على المرحلة المقبلة بأنه الكل ينظر إلى المغرب فضعه اجتماعي فضعه اقتصادي من خلال الحركة الاحتجاجية الوطنية المؤكد أن نجاحها في القطاع العام في القطاع الخاص هي ورقة اندار هي نقطة نظام قوية للدولة والحكومة بإعادة النظار بالأمس الكل تابع أحد الملتقيات في البرلمان المغربي حول العدلة الاجتماعية وكان السؤال هو الوضع الاجتماعي والكل خالصا ما فيهم مفكرين ما فيهم مسؤولين حكوميين سابقين على المستوى الأوروبي بأنه لا عدل اجتماعي بدون الحوار الاجتماعي إذن هذه لحظة أيضا دي المحاكمة ومسألة دي الحكومة المغربية ورئيسها ما نتوصل به هذا الصباح علما بأنه هناك خالية مركزية وخلايا في كل الاتحادات إما مشتركة مع المركزيات وإما كل مركزية على حدة كل نتائج اللي كانت فصلوا بها هي نتائج تبين بأن الإضراب ناجح أنتم ممكن تشوفوا هنا في الضر البيضاء النقل تقريبا متوقف العديد من المسألة إدارات الجامعات المحلية كلها الإدارات العمومية الأهم من القطاعات الاستراتيجية نسبة النجاح تؤكد بأنه التجاوب كبير دي الطبقة العاملة ودي المأجورين مع الإضراب العامل وأكيد من هنا المساء ستكون الصورة واضحة ولكن النهار تبدأ منصبحه العالماء منصبح كتبان وأعتقد أنه المؤشرات والأرقام التي كانت تصلوا بها داخل المركزية هي تؤكد بأنه هذا القرار الإضراب العام لقى تجاوب وعادي فرص أخرى أن إما الحكومة أنها تراجع التعاطي معها مع أهم الملفات وتنسى مسألة الانفراد بالقرار وتنسى مسألة أنها تدبر القضايا الأساسية دي المغاربة وخاصة في الجانب الاجتماعي لوحدها وأنتم شركة لأنه واحدة الدستور دي 2011 سيتكلم على الديمقراطية التشاركية فأي إشراك للمجتمع أي إشراك لهذه الحكومة هذه حكومة أساءة للطبقة العامية أساءة الميل في الاجتماعي وأساءة المغرب في صفحة عامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر